اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء من داخل وخارج ارض الوطن تمنى تكونوا بخير وعلى خير اخواني اخواتي ويلقا لكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية ويك ويك على فضيحة ويلي على فضحت الحمزة ويف عرص الملياردير جايا كتلصق عارضة على راسها عاشها فت الفنانة سعيدة شارفتها هي كينة في العرص والحمزة ويبدت تقز قز تلفت الصقع وضاخت بها الحلوفة وبدت عاكت فركل في وصدك القاعة عاشها فت الفنانة سعيدة شارفت فكرة المالديف اللي قريبت تفسح فيه عاشها فت سعيدة شارفت فكرة المالديف اللي قريبت تفسح فيه والعرص في عاشكون وشكون اخواني اخواتي غير الناس الراقية غير الناس الراقية وهي شكا تدير عكا تشتف عكا تشتف إخواني أخواتي تقول قاسا جنب الواد وما تدافحد لا استقبال زين لا اهتمام حيتاش أصلا هي جاية ملصقة كون جات بشانها ومرشانها بحلالياتها وسيادها كون جات بشانها ومرشانها وهم اللي جايبينها ومخلصينها كانوا على الأقل بعدها غير غا يستقبلها شي واحد ما يخلي وايش داخلها لقاع خاطف حصير الجامع وكا تجري باش ما يصور عحد وعباد الله تشوف داك الاستقبال ملاوت ولا واحد عبرها ولا كبروه ليها ولا كبرو بيها كانت فعلا ناكرة في العرس كانت فعلا ناكرة في الحفل وجاية فابور بيليكي المهم انها تحضر باش زع ما بغت بيين لسعيدة شرف وخزع ماكينات شواتيني هانا حاضرا وخنشيخ هذاك شي باش بدأت تشيخ والصيدة معاك ليش على راسها ويلا 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 زي ما بغت بيين لسعيدة شرف وخشواتيني وكل شي عارفني انا هي مولات الحسابة حمزة مو بيبي انا حاضرا وكان شيخ هذاك شي باش بدأت تقزقز وطرطا واصتقعوا وما خلت ما غنات تبقى تلعى واطي واطي وتنساني ما تنساني يا ابن وغلا 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 يا طاصلتك وتغني لي هم هدل أغني ديال واي واي اتيلا وحوك لزبالك الماريكان ما يجيب حد خبارك مع ذاك الصوت لمشخ شخ اللي ولا عدها وكاتبو يتقلد البحديان ناجات عتابو هكاتو ولي الحمزوياء عكاتغوت وتقاقب حلشين عجايا يا ربي السلامة ии والله يا ابوك وتغني لي هم واطي واطي وتنساني ما تنسى ما تقول لحوك زبالك الماريكان وبدك الصوت لمشخ شخلي tible وغلا تقليد البحديان ناجات عتابو وغلا حي وغلا حي Toryسي initi chili بغي تقليد البحديان ناجات عتابو أقع فيdzakh يا ولله ما ابقى لهاشيlights والله ما ابقى لهاشيichi صوتوا بالكثرة في الطارة بإخواني أخواتي ما كان غير خسر ثم خسر ما كانت تحترم مقامات، ما كانت تحترم قواعد ديال الغناء الصحيحة السيدة والتي مجيدة غار في الوايوي والأغاني ديال البيران والمشاملين ما بقى صوتا ما يمتي بالشرابات والشيشة والبيران ولي 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 ولا تجع واقع عكا تغوت، عكا تغوت في داك الميكرو وإلا لاحظتوا إخواني أخواتي مني بداتك تغني وهي كترعد ومرتابك لدرجة أنه المقدم ديال البرنامج اللي هو انتي في ما قدمهاش وكي قدمها الفنانة سعيدة شرف وبشانها ومرشانها وغنعت أغاني في المستوى وقلسوها مع ناس في المستوى إخواني أخواتي اما لمشي هو أخواتي أو أرضو علي صوتا قلتوا مع الميتليينور معافينة تموت وتكز وتحمق وتسطع على الميتليين والوابة والفاصوليا وقعدوا مع الميتليينور ويلي 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 على الفضيحة والدرجة ما بقعت فيه وهو ناد قدمها على أساس أنها تنوت تغني لأن أصلا هي ما شاهدت قائمة الفنانة اللي غايغنيو هي عامل السقق وجي فابور نادل ميت لنور براس وقدمها ويلي ويلي على شوها الحمزة ويا إخواني أخواتي شربت جميع الكينات دي الرأس عباش يبرد عليها الصقعة رويز ديالها على ما دازع لها في الحفلة في كل مرة كتزيد تشوه في كل مرة كتزيد في ضيحة خرا وصلتنا خبارها باللي كانت محاولة ديال الصلح إخواني أخواتي على أساس أنه الحمزة ويا تصالح مع الفنانة سعيدة شارف رغبات الميت لي على أساس أنه يدخل لها مع الفنانة سعيدة شارف باش تصالح معاها وكانت محاولة الإخوة الكرام باش أنه يتطفى هاد الغاضب في حال تماما مدارة الحمزة ويا معاها لطيفة رأفت غاتت تلاحت عليها وكانت زاوق فيها وطح لي على راسها وتحب عليها ولكن هاد القاضية مصدقتش لها معا سعيدة شارف ما اعطت هاش هاد الفرصة لأن سعيدة شارف تقصحات منها بزاف تقصحات من الحمزة ويا بزاف لدرجة أنها كانت كتقلت سيمونة ويبقوا عليها ويضربوا لها في الوطنية دياله وينعتوا بالإنفصال وشو هو وخرجوا لها اللي فيها واللي ما فيهاش ده بها طريقة صلح إخواني أخواتين فكرة جهنمية من الحمزاوية فكرة جهنمية من طرف الحمزاوية باش تحرج سعيدة شارف وتسامح لها وتنازل لها على الدعوة الحمزة وطيطيماعة وتخرج منها زي الشعرة من العاقين وترجع لآتها القديمة تفرعن وتطقق وتخرج في عباد الله الحنطل محنطل تخرج تفرعن وتطقق في الواسطة الفني ما كايندك ساعد كواريت البشرية غير سمعت سعيدة شارف ما بغتش تصالح معاها ورفضت رفض على أنها تصالح مع الحمزاوية حيث شبيناتهم المحكامة ناضط الحمزاوية كاتتربق في القاعف حال بغلط القبور وانا ضد تغني الطارب باش زعماء تبيل الفرق بينه وبين سعيدة شارف الفعيل ديال السم الفعيل ديال الشيطانات ولكن ما اعطوهاش بدت عكا تجعوق وعكا تغوت وصوتها ما بقاش كي يطرب والناس هي كاتتغني والناس ما مصوقين شليا يعني ما بقاش صوتها كي يطرب على أنك تسمع الصوت ديالها وتبقا كاتتسمط لها أما النقافات والنقاقيف اللي فرعوا لينا النقديانا بصوتها عدها الصوت عدها الصوت 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 المكلخات بلا مستوى تعليمي ولا مستوى تقافي ولا مستوى ترباوي اللي حرفتها هي الغنوطة الشياخيت معداش هدف في الحياة والغنوطة يراح حرفها مشي هواية دكشي باش دخلك تتحارب في الوسط الفني ما دخلاش للوسط الفني والفن عن حبه وانا تأدي واحد لهواية ديالها نو 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 هي دخل الحالة بطل مصارعة دخلت تقارع ودخلها باش تقاتل بغى تطيح كل شي وتبقى غاها هيكت شيخ بوحدها ولكن لا نو ما يمكنش رأى ما يمكنش رأى كل واحد عدو بلاستو وكل واحد عدو مقامو وكل واحد عدو ناسو الفنانة سعيدة شارف لغناء عدو هواية اما السيدة تبارك الله ما غاهزش حال من لغة وقار يوم تقفى وصحفية باللغة الإسبانية دخلت اللغة غير من باب الهواية من بعد احترفت فهمتي ولا ما فهمتيش وهالي معدده قتلك ما تدير بالفرنسي قتلك شقرت او به هاو معدهم من الفرنسي واش قدو به انا بالفرنسي بالاول وقاديا الغاراد وتحل في الفمه تلودنيها سلامة يا رضي سعيده شرفليك يقولوا عليها ما عنداش صوت عكس الحمزاوية الحمزاوية العدد الصوت راه تشو هاتس ومتبعة بالحبيب بيس طال الزمن والاقصار أما سعيدة شرافي لما عندها شصوت أرا عندها الكرامة وعندها الهيبة وعندها الثقافة وقارية وعندها الإجازة وعندها قدرة كبيرة لأنها ربات حمزاويتكم وحدات لها الصرعة حدات لها الصرعة ووقفاتها عند حدها أما الصوت هاللي يبقى عند الحمزاوية غاد يلا واي واي واطي واطي وتشيخ بيه في الكبارية شي حاجة أخرى الله يجيب أم يمتي الله يجيب أحنينتي ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا